السلام عليكم أنا عمر جهامي في هذا الفيديو رح أبين لكم واحد من موردي لدروب شابينغ اللي بيستخدم بشكل كبير كبديل لموقع علي إكسبرس هذا المورد اسمه CJ Dropshipping وهو بيوفر عدة ميزات أولها أوقات شحن أقل ثانيا بإمكانك أن تضع علامتك التجارية على الإبضاعة اللي بيتم إرسالها إلى الزبائن وثالثا بيأمن لك دعم فني على مدار الساعة فخلينا نبدأ الآن بهذا الفيديو المفصل أول خطوة بنروح على cjdropshipping.com رح أترك لكم الرابط في أسفل الفيديو والآن بدنا نقوم بإنشاء حساب في هذا الموقع فاللي بنعمله كالآتي بنضغط هون على register وهون بنقوم بإدخال الإيميل تبعنا وهون بنقوم باختيار كلمة سر وبنقوم بإعادة إدخالها ومن ثم بنضغط هون وبنضغط على next الخطوة الثانية بنختار هون username فمثلا أنا بدي أختار مثلا أوجة هامة على سبيل المثال وهون بدخل اسمي وهون بدخل رقم التليفون تبعنا ومن ثم بنضغط هون على confirm فبتطلع معنا هاي الشاشة وهون بنعمل skip skip now بنضغط عليها بنسكر هاي وهيك بنكون سجلنا وأنشأنا حساب في الج dropshipping الخطوة الثانية بدنا نقوم بربط اللي هو الج dropshipping مع متجرنا بشوبيفاي حتى يقوم بإرسال البضاعة بشكل آلي وتنفيذ الطلبات أيضا بشكل آلي فاللي بنعمله بنروح هون على mycj وهون بحكي لك أنك لازم تعمل verification للإيميل فتأكد أنك تعمله المهم بننزل الآن للstore authorization وبنختار هون shopify وبنضغط هون على add store الآن بحكي لك دخل اسم المتجر تبعك فبنروح هون على الداشبورد في متجرنا بشوبيفاي وشايفين هون myshopify.com بناخد كل إشي قبلها يعني بناخد اسم المتجر بهاي الطريقة اللي هو قبل .myshopify.com وبنروح بندخله هون ومن ثم بنضغط على authorize فالآن أخذنا على المتجر تبعنا بشوبيفاي وبنضغط هون على install app فبنسكر هاي وبنجد انه authorization success هيك ربطنا المتجر تبعنا مع المتجر بشوبيفاي الآن بنضغط على اللوغو هون وبنرجع لهاي الصفحة اللي فيها جميع المنتجات إحنا في هاي الخطوة بدنا نقوم بإضافة منتجات على المتجر تبعنا من cj dropshipping أول شيء بتشوف هون اللي هم جميع المجموعات أو ال categories بتقدر تختار اللي بدك إياه إذا بننزل لتحت بنشوف هون trending products اللي هي المنتجات اللي عليها طلب الآن بنجد هون new products المنتجات الجديدة بنجد السوبر deals اللي هم يعني العروض المميزة ال hot selling categories المجموعات أيضا المميزة وهون بتشوف global warehouses اللي هم المخازن حوالين العالم لأنه cj dropshipping فيه عنده مخازن ليست فقط في الصين ولكن عنده في أمريكا عنده في ألمانيا عنده بأكتر من بلد فإذا أنت بدك تركز على بلد معين ممكن تروح تختار المنتج من المخزون أو من المخزن اللي موجود في هاي البلد ولكن في ملحوظة مهمة لازم تعرفها أنه التنوع المنتجات الأكبر هو موجود في الصين يعني جميع المنتجات هي موجود في الصين وجزء منها بتلاقيه في أمريكا جزء بتلاقيه في ألمانيا ولكن خلينا نركز الآن على المخازن اللي موجودة في الصين ورح تشوفوا أنه وقت الشحن فعلا مميز فما في إشي تقلق عليه بننزل لتحت بنشوف هون المنتجات اللي بيجي معها فيديو فبالتالي بتقدر تستخدم هذا الفيديو أيضا في الإعلان تبعك بنجد هون الprint on demand اللي هو الطباعة عند الطلب وبنجد هون اللي هم recommended products اللي هم المنتجات اللي هم بوصوا فيها خلينا نطلع لفوق على سبيل المثال نختار اللي هو خنسكر هاي ونختار اللي هو jewelry and watches هاي المجموعة هاي خلينا نختار واحد منهم خلينا نختار هذا على سبيل المثال فالآن بتفتح معنا صفحة هذا المنتج بتجد جميع التفاصيل موجودة هون وبتجد سعر المنتج الآن بنتطلع دائما على اليمين هون بنجد انه هذا المنتج shipping from يتم شحنه من china warehouse يعني من المخازن اللي موجودة في الصين وبنجد هون shipping 2 البلد اللي بديركز عليها في الشحن هي أمريكا لأنه باختصار هي أكبر بلد للتجارة الإلكترونية وعادة معظم متاجر drop shipping بيستهدفوا هاد البلد ولكن إذا انت بتستهدف بلد أخرى مثلا أو بدك تركز على بلد أخرى بتروح هون بتغيرها على سبيل المثال بتختار أستراليا بتختار أي بلد انت بدكية ولكن خليني أوريكو أمريكا والأسعار اللي موجودة في الشحن الآن بنروح هون على shipping method طريقة الشحن وبنكبس هون فبيبين معنا طرق الشحن وسعرها وبيبين معنا هون delivery time اللي هو وقت التوصيل فمثلا هاي الطريقة من سبعة لعشرين يوم كل ما ننزل لتحت بارتفع السعر وبقل وقت delivery time يعني مثلا عندنا هذا اللي هو سي جي باكت عندنا من ستة لعشر أيام وبتكلف الشحن 4.3 اللي هو أربعة دولار وثلاثين سنت فهاي طريقة شحن رائعة ممكن إحنا نستخدمها فشايفين كديش هذا بيوفر عليك وقت وجهد اللي هو سي جي دروب شبينج في وقت الشحن فأنا اخترتها هون فالآن طلع معاي السعر الإجمالي اللي هو 6.93 اللي هو باختصار سعر المنتج زائد سعر الشحن الآن طبعا إنت إذا بدك تركز خلينا نفترض على بلد مثل ألمانيا بنكتب هون جيرماني وبنتغيروا الشبينج ميثودز هون بنشوف شو طرق الشحن اللي موجودة وأيام والتوقيت تبعها وبنختار الإشي المناسب لألنا ولكن إحنا خلينا نركز الآن على أمريكا وهذا لا يعني بالضرورة أنك أنت فقط رح تبيع لأمريكا ولكن أنت بتحكي أن أنا بدي أركز على السوق الأمريكي فخلينا إحنا نختار أمريكا ونختار اللي هي وقت الشحن اللي اخترناها اللي هي هاي سي جي باكت اللي هي من 6 ل 10 أيام الآن الخطبة الثانية أعزائي بدنا نضيف هذا المنتج على المتجر تبعنا فاللي بنعمله كالآتي بنضغط هون على list وبنروح هون على collection بنختار اللي هو الخواتم هذا هو المجموعة اللي هي هاي أخذها من المتجر تبعي المجموعات اللي موجودة في المتجر تبعي الآن الـ product type اللي أنت بدك تعمله بدك تحط نفس الـ collection فاللي بتعمله بتضغط على add new وبتروح هون بتكتب rings كمان مرة وبتضغط على confirm ومن ثم بتجدها هون بتختارها والفندر اللي هو المورد إذا ما وجدت اسم المتجر تبعك هون اللي بتعمله بتضغط على add new وبتحط اسم المتجر تبعك ومن ثم بنضغط هون على confirm الخطوة الثانية اللي بنعملها بننزل تحت بنشوف اللي هم المنتجات هذه المقاسات لأنه في أكتر من مقاس لهذا الخاتم هذا السعر وهذا اللي هو الـ shipping ولكن هون ليش صار اللي هو من 27 يوم بدنا نختار اللي احنا اخترناه بالأول اللي هو هاد اللي هو من 6 إلى 10 أيام وهذا هو سعر الشحن وهون بتجد أيضا اللي هو total dropshipping fees اللي هو سعر المنتج زائد الشحن والservice fee فالآن صار عندي سعر هذا الخاتم 6.93$ الآن أنا طيب شو سعر البيع اللي بدي أحطه لهذا الخاتم ببساطة شديدة عشان أغير السعر لكامل هدول المقاسات اللي بعمله بضغط هون وبروح هون على price change وبحط السعر اللي بدي إياه خليني أفترض أنه هذا الخاتم بدي أبيعه ب23.95$ فأنا ربحي فيه مع الشحن إذا أنا بعطي شحن مجاني تقريبا بطلع 17$ وبضغط هون على OK فرح تشوف إنه السعر تغير في كل هاي المقاسات وهذا إشي رائع الخطوة التانية اللي بنعملها بنضغط هون على listed now فرح ياخد شوية وقت ورح يحكي لك هون listed successfully إذا بتضغط هون على view it in the store بفتح معنا المتجر تبعنا بشوبيفاي بصفحة هذا المنتج فبنجد كل التفاصيل اللي موجودة هون وبنجد اسم المنتج هون طبعا الاسم ممكن تغيره زي ما تعلمنا في اللي هو التريننج تبع متجر شوبيفاي بتجد هون التفاصيل كاملة بتجد هون المقاسات وبتجد صور فهم تيم كبير وبعتني جدا في كل منتج موجود عنده فبتجد هاي المعلومات رائعة جدا بتنزل لتحت بتشوف أيضا المقاسات هون ممكن في size هون جايين ترتيبهم مش بالطريقة الصحيحة فاللي بتعمله بتضغط هون على edit وبتاخد اللي هو مثلا الستة بتحطها أول شي بعدين بعدين تاخد السبعة بعدين الثمانية فهيك انت بترتبهم بهاي الطريقة وبتضغط على done والباقي السعر اللي حطنا وكل هاي الأمور موجودة هون ومن ثم بنضغط save وإذا بدنا نشوفوا على المتجر تبعنا طبعا بنضغط هون على preview فبفتح المتجر تبعنا بهذا الخاتم بيّم معنا المقاسات بيّم معنا اللون اللي موجود فيه فبصير عندك انت فعلا صفحة منتج رائع جدا بتشجع الأشخاص على الشراء وأيضا في عندك وقت شحن مميز جدا عشان ما تواجهك أي مشاكل مع الزبائن ولكن احنا دايما في الدروب شبينغ حتى باستخدام علي إكسبرس كان الهدف الأساسي اني انا اكون صريح مع الزبون أبين له انه رح ياخد وقت عشان هو ما يحس انه ممكن البروداكت يوصله بعد أسبوع اقول له انه باخد فترة فوقتيها يعني بتسعة وتسعين بالمئة من الحالات كان الزبون بتفهم هذا الشي الآن خلينا نرجع هون على سي جي دروب شبينغ فهيك انت بهاي الطريقة بتضيف المنتجات على المتجر تبعك الآن بنروح هون على ماي سي جي كمان مرة عشان نروح على اللي هو الداشبورد او الصفحة الرئيسية بالدروب شبينغ هون الآن بحكي لك انه لازم تعمل verification للإيميل لا تنسى تعمله تضغط verify هون تعمله verification ولكن احنا بدنا نروح على اشي رائع موجود في السي جي فبننزل لتحت هون على اشي اسمه custom packaging الآن بتفتح معنا هاي الصفحة شو بقصده بالcustom packaging انه انت بتحكي لسي جي دروب شبينغ انه اي منتج انا ببيعه قبل ما تبعته لكستمر او الزبون تبعي حطه او غلفه بالطريقة اللي انا بختارها من هون فبعطيك ميزات عديدة يعني مثلا هاي الكياس اللي هو البابل باك ممكن تحط فيه اذا انت بتبيع اواعي ممكن تحطه على سبيل المثال في بوكسز مثل هيك لو انت بتبيع ساعات ممكن تختار مثل هاي لو يعني فيه شغلات عديدة جدا انت ممكن تغلب فيها المنتجات تبعونك في عنده اللي هم هدول الكياس في عنده بوكسز مثل هاي سنديق فيعني عنده شغلات عديدة انت ممكن تختارها ولكن دائما لما تدور على شيء هون دور على هاي الكلمة اللي هي الكاستمايزد كاستمايزد ايش معناها انك انت بتقدر تحط اللوغو تبعك على هذا السندوق مثلا احبي مجوهرات بدنا نحط اللوغو تبعنا على هاي العلبة فانت فعلا هيك بتقدر تنشئ علامة تجارية ولما الكاستمر او الزبون تبعك يستلم المنتج بحس انه فعلا عم بتعامل مع شركة كبيرة فانت بدك تطلع عليهم وتشوف ايج اللي انت ممكن تختاره ولكن فيه ملحوظة هون انه فيه minimum quantity يعني لازم تطلب على الاقل عشرة من هاي السنديق وهم بيصيروا بشكل تلقائي ضعوها عليك المنتجات اللي انت بتبيعها فانت هون عشرة ضرب مثلا 1.6 بطلعوا تقريبا 16 دولار او يعني بدك تحط لك حسب اللي انت بتختاره مثلا هذا الصندوق حقه 5 دولار ممكن وال minimum quantity 1 هون مثلا الم minimum quantity 100 فانت بدك تشوف ايج اللي انت بدك ايا اذا انت قررت تستخدم هذا الموضوع هلأ فيه ناس كتير ما بيستخدموه ولكن انا حبيت اوريكو اياه لانه موجود تحت CJ Dropshipping فخلينا على سبيل المثال نختار هذا عشان نضع فيه اللي هو مثلا الخاتم او الخواتم اللي احنا بنبيعها هون بدك تشوف الحجم المناسب للمنتجات تبعونك الان اذا انت ما عرفت شو الحجم المناسب حسب المنتجات اللي انت بدك تبيعها من خلال CJ فبكل بساطة بتروح هون على تشات وبتقدر تحكي مع شخص يعني direct بتحكي معه على الواتساب او بتحكي معه من هون وبتسأله بالضبط انت ايش اللي بتحتاجه وهو ممكن يساعدك ويقولك ايش المقاس المناسب للك فخلينا على سبيل المثال نختار هذا المقاس نختار هذا المنتج هون ومن ثم هون بنضغط على design فالخطوة اللي بنعملها بنروح بننزل الشعار او اللوغو تبعنا هون بن upload image فهي ينزل معاي بهاي الطريقة الان انا لازم يكون اللوغو تبعي نوعا ما ما عليه خلفية يكون transparent فخلينا اعمل logo transparent سريعا وارجعلكو والان عملت logo transparent خليني امحي هاي واضيف هذا اللوغو فهي ينزل معاي شايفين على الصندوق بهاي الطريقة المهم انه يكون موجود جوا اللي هو هذا البوكس اوكي فانت بتكبره وبتشوف المحل المناسب لقيله بهاي الطريقة فصار الاسم المتجر تبعك موجود على هذا الصندوق لما يوصل لأي شخص وبعدين بتروح هون بتختار المقاس وبتختار اللي هو اللون هو اللون الموجود هو البنك وهون بتسمي هالي product title مثلا هون rings ومن ثم بتضغط هون على save وعشان تشوف هذا المنتج اللي انت قمت بتعديله هون ببساطة شديدة بتروح هون على mycj وبتنزل تحت هون على custom packaging وبتضغط هون على my custom packaging فبيبين معك هذا المنتج وبيبين معك بالطريقة اللي انت عملتها بتضغط هون على purchase ومن ثم بتقوم بشراءه فبيصير عندك انت شايفين minimum quantity هو 10 بضربه ب 1.6 اللي هو سعره بطلع ب 16$ الخطوة الثانية عشان انضيف هذا التغليف او الباكيجينج على منتجات معينة اللي بنعمله كالقاتي بنروح هون على products وبنروح هون على connections ببين معنا شايفين المنتج اللي احنا ضفناه انها ضفنا منتج واحد لحد الان وبنروح هون على actions وبنضغط هون على نضغط هون على custom design فبيبين معنا اللي هو هذا الباكيج اللي احنا عملناه وبنختاره بنختار ال variant تبعه وبنضغط هون على confirm فحكى لك connected successfully فهيك تم اضافة هذا الباكيج على هذا الخاتم او المنتج فكل مرة حدا بيشتري هذا الخاتم cj dropshipping بيقوموا بتغليف هذا الخاتم في هذا الصندوق اللي عليه اللوغو تبعنا طبعا نفس الباكيج بتقدر تستخدمها على اكتر من منتج ولكن انت لازم تكون متأكد انك قمت بشراء هذا الباكيجنج زي ما وريتكو هلأ من اللي هو mycj وبتنزل هون على custom packaging وبتروح my custom packaging وبتجد شايفين هذا بتضغط على purchase وبتحط الكمية اللي انت بدكيها فهي واحد احد الميزات اللي موجودة بالcj dropshipping وهذا اشي رائع جدا جدا الآن بنا نتعلم كيف بدنا ننفذ الطلبات لما يصير في عندي طلب على المتجر كيف انا نفذه من خلال cj dropshipping فبروح هون على mycj وبنزل لعند orders هون وبختار اللي هو imported orders بضغط هون على ok وبروح هون شايفين sync store orders بكبس عليها وبختار المتجر تبعي اللي انا ضفته ومن ثم بختار time وبحط الdate يعني مثلا اذا انت بدك كل يوم تشيك او بايام محددة خلينا انا احط الdate بهاي الطريقة من 29 ل 30 واضغط هون على sync now فراح يطلع لي الطلب اللي هو تم على المتجر تبعي او الطلبات احنا الان في طلب واحد ولكن بطلع لك كل الطلبات اللي موجودة وبطلع لك طريقة الشحن اللي انت اخترتها في البداية فاذا انت في عندك مثلا خلينا نفترض 100 طلب بس بتكبس هون بتم اختيارهم كلهم بشكل كامل وبكبسة زر بتضغط هون add to cart وبتم تنفيذ هذا الطلب طبعا هون بتقدر تروح تراجع طريقة الشحن وتغيرها اذا انت بدك من هون قبل ما يتم تنفيذ الطلب فهذا بعطيك شوية مرونة انك تراجع طريقة الشحن قبل ما تنفذ الطلب اذا هذا مثلا الطلب ايجا مش من امريكا البلد اللي اخترناها من بلد مختلفة فبتختار طريقة الشحن المناسبة وهو بالاغلب سعر الشحن تقريبا موحد او متقارب لجميع البلدان في سيجا ومن ثم بنضغط هون على add to cart ومن ثم بتروح هون على cart وبتروح على اللي هو ال dropship orders بتجد كل المنتجات اللي اضفتها للcart بتختار اللي بدك اياه ومن ثم اذا بتضغط هون على submit ومن ثم بنضغط هون على proceed وبنوصل لصفحة الدفع فبتقدر تدفع عن طريق البطاقة عن طريق ال paypal وعن طريق بيونير وهذا اشي رائع جدا فهاي ببساطة شديدة كيف انت بتقدر تنفذ الطلبات من خلال سيجا dropship الآن الشغل الأخير بدي احكي فيها حول سيجا dropship انه هم دعم الفني عندهم رائع جدا فانت بتروح بتقدر تعمل تشات بأي وقت مع اللي هو ال dropship agent تبعك تسأله عن الشحنة تسأله عن منتج تسأله عن وقت الوصول اللي بدك اياه بتقدر تسأله عنه هم موجودين على مدار الساعة وهذا اشي رائع وبعطيك زي ثقة معينة انك تتعامل مع سيجا dropship فهيك انت ما عندك اي عذر تحكي لي اوقات الشحن او غيره ولكن انا بعتقد انه بعلي اكسبريس اذا كنت انت مختار المورد المناسب وكنت انت واضح مع العملاء تبعونك ما رح تواجه مشاكل ولكن اذا كنت انت كتير حساس بموضوع اوقات الشحن هي سيجا dropship موجود وبتقدر تستخدمه فما عندك اي عذر انك انت تبدأ اليوم رحلتك في dropship لا تنسوا تشتركوا بالقناة انا عمر جهامه والسلام عليكم الكہ المنزل ب Pang C المنزل